أهلاً أحبائنا السؤال هل يدعو المسيح إلى العنف؟ شفنا من تعليمه من حياة وحياة التلاميذ مستحيل ثم يعني إذا تكلمنا على العنف الكتاب المقدس واضح جداً في سفر الخروج وصية الله لا تقتل ووصية الله أيضاً تحب قريبك كنفسك والأجمل من هذا القانون الذهبي ليسوع المسيح في متى سبعة مكتوب فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء هذا هو القانون الذهبي ليسوع المسيح خليني أتكلم عن عدة ملحوظات العنف والقتل هي طبيعة الشيطان وهو كما وصف يسوع يعني ذاك كان قتالاً للناس من البدء وبعدين ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب ثم أحب أشيء تاني العنف هي إرسالية الشيطان الصارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك قال يسوع أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل وطبعاً لما يتكلم عن الصارق هنا بالمعنى الإرهابي لا يأتي إلا ليقتل ويذبح ويهلك هذه الصفة طبيعة الشيطان هو إرهابي يريد أن يهلك ولكن جاء المسيح ليدمر أعمال الشيطان ويحرر النفوس من قبضته الجهنمية العنف أحباء مصدر الشيطان فشو العنف؟ ليلحق الأضرار عن طريق سفك الدماء ولسيما في الحروب إنه حب السيطرة والتملك على الآخرين بواسطة العنف طبعاً هذا العنف لنشر الفساد والبغضة والكرهية وحب الانتقام والتشفي والاعتداء على الآخرين الاعتداء على الأملاك والاعتداء على الأعراض في اسم الدين ولسيما اغتصاب السبايا أحبائي العنف أول شيء يولد عنف قال يسوع بطرس رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون بالسيف فبالسيف يهلكون ولاحظ منذ قديم الأيام ما في مملكة أو ديانة أو أي شيء تستخدم العنف وهذا رح نعمله حلقة في العهد القديم عن الآلهة القديمة آلهة كنعان والعنف والزنا والشهوة والأمور الشازة اللي كانت تتمارسها كيف أنه الله أمر بالقضاء لم تكن حروب دينية للاحتلال أو الامتلاك ولكن للقضاء على فساد هذه الشعوب ولكن سوف نخصص حلقة لهذا الموضوع فإذن العنف يولد عنف وهذا منشوفه إلى يومنا هذا كل بلد بتمارس العنف فيها فساد فيها فوضى عدم احترام القوانين عدم احترام الشخص عدم احترام النساء عدم احترام كل شيء تصبح شبه قوانين غابة ممكن تنفس قوانين ولكن القوانين بيد ناس عسكريين يستطيعون أن يخمدوا أي مقاومة لكن مش الحرية اللي بتخلي الإنسان يختار أي دين أو يغير هويته أو إذا يعني ترك الدين ما يكونش عنده رعب أو خوف من القتل لأنه ترك الدين الانتقام مش بس العنف يولد عنف الانتقام يولد انتقام إلى يومنا هذا حياتنا العربية شوف لما واحد بيتقتل شوف الثقر والانتقام ويستمر ويستمر هذا الانتقام يقول الكتاب كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير لا تجازوا أحد عن شر بشر لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب ليه نقمة أنا أجازي يقول الرب لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير روميا 12 شيء آخر إذا طبقنا القول عين بعين وسن بسن كما قال غاندي لأصبح كل العالم عميان العنف أحبائي يدمر الحضارات وينشر الفساد والفوضى القتل والعنف شيء مهم جدا ركز انتباهك هو احتقار لالله ليه لأنه الإنسان مخلوق على صورة الله الأدبية طبعا والروحية مخلوق على صورة الله فالذي يمارس العنف هو احتقار لالله واحتقار للبشرية إن العنف باسم الدين ينسب لله ضعف ومزاجية يعني هذا الإله عصب وبيخلي أتباعه يقوم في في الوظيف لأنه إله ضعيف هذه صفة الشيطان أحباء العنف هو طبيعة الشيطان مش بس حتى في الكتاب المقدس يقول كل من يبغد أخاه فهو قاتل نفس وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه هذا هو مصير طبعا الزنا والقتل في جهنم النار فإذا أحبائي من خلال كل هذه الآيات تستطيع أن تستنتج أنه حاشة أن ننسب إلى المسيح صفة العنف سيبك من هالموضوع هذا فيه ناس بتهاجم شخصية أو هوية المسيح على أشياء تانية ولكن العنف ما سمعنا إطلاقا أبدا شخص بيتهم المسيح بالعنف أنا متيقن خليني أكون إيجابي أنا متيقن عندما تقرأ سيرة حياة المسيح في الإنجيل المقدس على فكرة رح تخجل من نفسك عندما تكتشف وتصطدم بحقيقة المسيح اللي منعوك أنك تقرأ عنه اللي هو الطهارة والنقاوة والقداسة والكمال أيضا رح تخجل من نفسك سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر